اشتركوا في القناة 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 في كل حاجة فالنهاردة لما تيجي الارقام المفروض ان الارقام دي بترد على الاسئلة مش تكون سبب الناس يقولش معنا طيب نقطة مهمة لمسها الزميل محمد شبان على فكرة هو قال وليسا جاي اربع رواحة النهاردة الدكتور سعد قالوا كنا مشغولين بنوقع العقود دي صحيح جزئية جزئية في موضوع الاستقرار لانه البعض بيعتقد انه معلشان فيه اندية مجالس ادارتها بتتحل ما عنداش استقرار الاهل ما بتحللوش مجلس الاستقرار ممارسة الاستقرار انت اللي بتخلقه مش حد بيمنحولك استقرار النادي الاهلي مش منحة من حد ولا استقرار عدم استقرار اي نادي اخر مش برضو تصرف سيء من حد اكتر ما هو سوء ادارة فما يحدث من النادي الاهلي الناس تعتقد انه ما هو عشان الاهلي مستقر طب ما تسيبه الكيانات التالية تستقر كله لازم يستقر بس يستقر على حسن ادارة يستقر على سلامة موقف تسمح اقولك مفهوم الاستقرار عندي ايه اه الاستقرار على على اوضاع جاية اه على اوضاع سليمة اوضاع سليمة اه ورؤية سليمة وسياسة سليمة وتنفيذ سليم لكن انت استقرت حالة المريض على ايه على غيبوبة يا فرحيتي لكن استقرت على انه بيتطور اسمها دي تطورت حالة المريض لكن الاستقرار بمعناه وانا قلت قبل كده ونقشنا هذا الكلام هو مين اللي يبقى مستقر اكتر اللي بياخد حقوقه اللي بياخد الدعم اللي ساعة ما ديجي يقع حد يسنده اللي بيتعالج مشاكله ده اكثر استقرارا لان استقراره بدعم اه بدعم من خارجه لكن دعمه مستمر لا يسمح له بالاضطراب او بالمعاناة هو ده استقرار لكن انا لما استقر انا ليا فلوس مش عارف اخد مستقر مش عارف اخد فلوسي مستقر ما بيعملش حاجة عشان اطور نفسي مستقر على ثبات يبقى حضايع نفسي الاستقرار مفهومه زي ما انت بتقول استقر على حسن ادارة وتطوير على شكل سليم وتطوير طبعا وتطوير مستمر وقد اكون مستقر بمساندة خارجية وقد استقرار مستقر بالسياساتي استقرار مصطنع الاهلي مستقر بالسياساته بالضبط هي دي نقطة مهمة جدا يا جماعة دي نقطة مهمة الناس بتغفالها هي سياسات النادي الاهلي وشفافيته والناس اللي بتتكلم انا انا لقيت حد بيلوم النادي الاهلي بيقول لك ازاي ما انا اشجل الميزانية وازاي ما سمحوش وازاي خمسين في المياه وانتو بتتكلموا على نادي بيعلن الموقف المالي بتاعه بكل الوضوح بالارقام وبيدعو الجامعية العمومية وحريص على انعقادها واجتمالها ويفضل مستنى لغاية اخر لحظة ومش هو اللي اعلن عدم الاجتمال لا يملك ده استاذ ابراهيم اتسألك سؤال ما جدوى منقشة الميزانية هتروح بعد كده المجلس الادارة الاعتماد خلاص الاجراء تحت اشراف الجهات الرقابية هي النقطة بس اللي انا سألت الدكتور سعد فيها وانس ما اعلنت الجهة الادارية عدم اكتمال النصاب القانوني انا بفترض بفترض ان هو يمنع اللي هي حب تمنع انك تعطي نقش حاجة ليه الجامعية انتهت وخلصت وبقت الصلاحات في جهة تانية اللي هي اللي هي الجهة الادارية لا ايوة الجهات الرقابية الجهات الرقابية مع مجلس الادارة بعد كده ترجع لمجلس الادارة بعد كده فانت حتقولي اعدى ودي عشان اوصل لايه يعني هو بس عشان يبقى فيه لك لك يعني يعني ما هو انا كنت اعرضه عليك عشان انقشها وكاد المجلس كادت الجامعية وكانها ينبغي ان تكتامل ما فيهاش حاجة الميزانية فيها فخر فيها زه طيب دي نقطة مهمة كمان انما لو لو من دعاء من الاستقرار بقى عشان تشوفوا هذا المجلس من بدايته وتتأكدوا ان الاستقرار ده مش منحة من حد لما تقال كلام كتير حوالين الموقف المالي للنادي الاهلي رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب هو من بادرة بقولك هو من بادرة بإلحاع على المهندس اشرف خالد عب عزيز وقت وزارة شباب الرياضة تولي الوزارة ثم الدكتور اشرف صبحي ارجوك ابعت لجان تحقيق مالي على النادي الاهلي انا عايز ناس تيجي تفتش علي عشان تتأكد من سلامة الموقف المالي وتحاسبني لو كان عندي خطأ خدوا بالكم حاجة لو انتم بتتكلموا على تعزيز الاستقرار هو ده المعنى الحقيقي ان انا اللي بطلب التفتش علي فما عنديش حرصة على الشفافية اعلى من كده وما عنديش احترام لجمعية العمومية اكتر من كده ان انا عايز الجهات الرقابية المسؤولة هي اللي تعلن للجمعية العمومية موقف المالي عامل ازاي مش انا اللي هقوله الجهات الرقابية المسؤولة في الدولة كلها هي اللي جات كده وحتى لما تقال كلام كتير حوالين الهدايا والتبرعات وا 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 عقد النادي بورتوكول مع صندوق تحية مصر وسلموا كل الهدايا والتبرعات العينية والمالية تحت اشراف ومتابعة وحضور مندوب الجهات الرقابية في الدولة كلهم هو ده الاستقرار ان انا مش سامح لاي لغط يهز صورة النادي مش سامح لاي كلام يمس قيمة الجمعية العمومية ولا يمس مجلس الادارة عشان كده الناس لما بتتكلملك تقولك الاهل مستقر الاهل مستقر على اوضاع شديدة السلامة والوضوح بمنتغة شفافية انما مش فكرة ان في حد منح الاهل اسباب الاستقرار وحاجبها على اخرين اللي منح الاهل هذا الاستقرار هو هذا الموقف القوي جدا لمجلس ادارته مدعوما بالجمعية العمومية الجمعية العمومية هي اللي بتختار هي اللي بتتدخل هي اللي بتحاسب هي اللي بتمنح السقة هي اللي قبل كده سحبت السقة من مجلس ادارة في 92 فاحنا بنتكلم على اي حد يتكلم على انه عشان الاهل مستقر لا عشان الاهل سليم موقفة تعالي في النقطة دي جمعية العمومية اللي طلبت سحب الاستقالة بناء على قرار الوزارة بأنها بتدعو الجمعية للاختراع على الصيقة فسعبت الصيقة طب ما هي لو ساعتها لو الجمعية العمومية ما كانتش نعقدت وكانت كان النادي الآله حاستقر على على أسباب فشل كان فيه فشل أما هي سعبت الصيقة ليه بالضبط هنا الجمعية تدخلت هي اللي غيرت المجلس هي فأنت مش دايما تغيير المجالس بهدف عدم استقرار تغيير المجالس بهدف استقرارها أحيانا صحيح وبرضو من دعائم القيمة في التسويق الامج بتاع النادي الصورة الزهنية القيمة الحقيقية هو الرجل رئيس اتصالات حزم متولي لما بيقول كان فيه توافق في القيم بيننا شايفين القيمة بتاعة النادي الأهلي الاحترام الصورة الزهنية المتولدة عند الجميع قيمة مجلس إدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب شوفوا الصورة عاملة ازاي شوفوا الاحترام عاملة ازاي هو دا يا جماعة مكون للامج او الصورة الزهنية العامة للنادي على فكرة كابتن محمود الخطيب لما مساه ممس ترفع ولجأ للجهات المسؤولة ولجأ للقضاء وكثيرا ما ينصفه زملاء ونفسه اللاعبة ألاقي الكابتن حسن شحاتة وهو موجود في الدوحة في كاس العالم لبطولة كاس العالم حد سأله ايه اللي بيحصل مع الكابتن محمود الخطيب وازاي يكرم عربيا ويسائل ايه داخل مصر كابتن حسن شحاتة رد فناله منال لكن الزميل محمد شفانة قال له أسفين يا كابتن حسن نشوفه من الحاجات اللي كانت صعبة جدا تصريح للكابتن حسن شحاتة وهو موجود في قطر وبيستضفوه هناك في القنوات فاتسأل سؤال من رأيك ايه في الكابتن محمود الخطيب في بعض وسائل الإعلام او في بعض البرامج او بعض الناس بتوجه اهنات او عبارات صعبة للكابتن محمود الخطيب يعني كابتن حسن شحاتة رد هتقول يا جماعة كده الخبر ده لا اقبل ابدا اهانة الخطيب ما حدث يمثل كارثة بكل المعاني لنادي الزمالك بارئ من هذه مش عايز اقول يعني خلاص يعني فهو طبعا اي حد هيقول نفس الكلام يعني محدش يقبل الاهانة انا اللي لفت نظر مش اصريح كابتن حسن شحاتة انا اصريح طبيعي منطقي يعني زملاء ملعبوا حفظين بعض وصداقة عمره وكل حاجة يعني لكن تعليقات الناس اللي بقت ظاهرة في السوشيال ميديا اللي هاجم الكابتن حسن شحاتة واللي قال له انت كنت تحت باية من غير نادي الزمالك والكلام كتير ما كانش ينفع انا اجيبه لكم في التعليقات الحقيقة لما شفت البوست ده او شفت الكلام ده ما كانش ينفع اجيبه خالص لكن هي رسالة لجمهور نادي الزمالك انه مش معقول من انت انتمائك لشيء يخليك تتنازل عن قصص ثوابت في حياتنا في اخلاقنا فلما يسأل الكابتن حسن شحاتة بيقول هذا الكلام احنا لازم ايه نأكده كمان نسمنه ونقول فعلا نحن لا نقبل الاهانة مش عايزين اهانة بقى كابتن حسن شحاتة اللي فاز بأحسن لاعب اسياوي وهو ينتمي الى القارة الافريقية لانه كان بيلعب في الكويت وقتها ايه خد احسن لاعب اسياوي ام وانا باعتبر كابتن حسن شحاتة افضل لاعب في تاريخ نادي الزمالك صحيح اه ومن افضل لاعب الكرة المصرية في تاريخ في تاريخ طبعا اه يعني كابتن عالى بو جريش يعني في علامات كده كابتن رضا كابتن عالى بو جريش كابتن حسن لو قد ثلاثة اربعة في تاريخ الكرة كابتن الشاز لمصطفى رياض ومش عارف مين صحيح كل شوات شاور على حد تفتكر النادي بيه تفتكر تفتكره بالنادي عنوان للنادي الراجل بعد كل وايه وهو لما لعب في اسيا ما كانش فيه كان نشاطه متوقف ورجع مع استمرار النشاط على الزمالك وبطل في الزمالك يعني اخلاص ما في كده كان يستطيع ان ينتقل لأي حتة يعني كنا نتمنى في النادي الاهلي ان نحصل على خدماته يعني بالتأكيد يعني وهو في الكويت ليجي على النادي زمالك واعطى زمالك ما اعطاه النهاردة بيحسب على رأي محترم ان بيقول ارفض اهانة زميل ملاعب بقيمة وقدر ومكانة كابتن محمود الخطيب الذي لا يستحق الا الاشهادة العالم كله بشيد به والناس برا بتكرم وانتوا قاعدين هنا تينو فيه فلما ادافع عنه قات هنا انا معاه ايه ده ايه ده مهدان اللي بقوله بعدين تفاجأ مهدان يا تيجي تيجي يا سيد زبراهيم هل انت كمسؤولين بقى عن الرياضة او في المؤسسات او في الاعلام بندعم القدوة لا يحدث احنا بنعمل العكس بندعم القيم الانسانية لا ندعم بيحصل العكس هل احنا بندعو الى منع التنابز والشتيمة والاسفاف والتعرض للأعراض وهو بالعكس احنا بندعم هذا الاتجاه فطبعا اي انسان هيقول كلمة طيبة هيتهاجم احنا استاذ ابراهيم بيقول على لساننا هو ما لم نقوله ولا يمكن ان نقوله احنا مهما اختلفنا مع بعض الاساليب لا يمكن ان نسيق حتى لو كان رئيس نازل زمالك الذي قد يسيق الى البعض ولكن لا نقبل اهانته ولا نقبل الاساء اليه وإلا نبقى تساوت بقى الناس هو ده اللي انا مش عايز الحالة دي تبقى حالة عامة ان كلنا نرد على بعض ونسيق لبعض فيطلع على لساننا كذبا ان احنا شمتانين لا هذا كلام يا جماعة خطير جدا واحنا بنقضي على الاجيال طلعوا الله العظيم بنعلمها ازاي تدلس وازاي تجذب وازاي تاخد المعاني السلبية من الرياضة وتنبذ القضوة وتنسى تاريخ عظماء نواديها اللي هم حاببون في النادي اصلا كابتن حسن شحاتة وكابتن خطيب وكابتن على بو جريش وكابتن الشازلي وكابتن شحتة الاسكندراني وكابتن دينا ماذا انا بقولها عبد الرحيم خليل وعمر عبد الله وا 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 انا مش عايز اردد وجيل جيل المنصورة عبد الزار السق وا سردت وبدير وسطوحي سردت هتجد في كل نادي شعبي جيل يفخر برموزه اللي هي ساعدت على تنمية شعبيته يعني مؤكد احتواء النادي الاهلي طبعا على على فكرة نجوم النادي الاهلي مش في الملعب بس كانوا في الإدارة ده كان نجوم في الإدارة الناس لما بتتكلم على عمر لطفي لما بتتكلم على جعفر ولي لما بتتكلم على عبدالخالق صاروط لما لما بتتكلم على نجوم في الإدارة هم بيساعدوا على الشعبية فما بالك بنجوم الملعب النادي الاهلي بتتشي وصالح سليم وبحسن الحمدي وبالخطيب وبزمايلهم طبعا مش عايز أعد أنا مش بحصول أنا بس بدي الناس اللي تولت المسئولية يعني كل هؤلاء سهموا في شعبات النادي الأهلي في نجوم الفريق مرتاجي يعني في نجوم كمال حافظ الذي نملك الرئيسي للنادي الأهلي ولكن مجهوده وعمله وأداءه ساعد أن النادي الأهلي يعمل حاجات وإنجازات طيبة والتمسه دايما أنه يبقى لك هوية هو ده الاستقرار هو ده اللي بيصنع الاستقرار وبيرفع القيمة اللي بيدافع عنها الكابتن حسن شحاتة ومحدش ينسى يا جماعة أنه حسن شحاتة ممكن يكون أفضل مدرب قاد منتخب مصر أفضل مدرب وطن يحقق إنجازات لمنتخب مصر في تاريخه لما يجيب كاس أمم أفريقية 2006 و2008 و2010 ولو كان فيه تعامل إداري سليم وإدارة أزمة بشكل أفضل في مباراة الجزائر كنا تأهلنا الكاس العالي إحنا فشلنا علشان سوء إدارة الملف وقتها في مباراة الجزائر في أم درمان فإحنا بنتكلم على مدرب له هذه القيمة شابانا لما بيتكلم بيتكلم مستغرب إن الناس تسيء لرمز والقيمة بهذا الشكل ما عملش حاجة غير إنه دافع عن محترم دافع عن محترم لإنه حسن شحاتة راجل محترم وراجل يدرك حجم القيمة ويدرك طبيعة العلاقة ويدرك يعني إيه الأهل ويعني إيه الزمالك ويعني إيه العلاقة التاريخية اللي بينهم دول النجوم اللي صنعوا شعبيت هذه الأندية الكبيرة وإحنا دايما هنا في البرنامج أي نادي شعبي له جمهور لازم يحترم ويقدر لأنه مرتبط به مشاعر فيه مشاعر وأحاسيس لجمعه مرتبط بيه بعض قطاع من الجماهير إذا لم تكن شتاما لعانا للفريق المنافس تفقد شعبيتك وتهاجعك هي دي المصيبة إنك دي 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 النماذج اللي أصباحك مطلوبة للا قطاعك موجود من ولادنا مشاجع الأندية وتنتقد فان يا عم أنت ما بتقولش وما بتعيشي